هذه الآليات والفراق تطلق بلدية تيارة حملة شفط المياه وردم البراك في الشوارع والساحات العمومية بعدما غمرتها مياه الأمطار وقطعات الطرق العمدة ورفقة السلطات الإدارية بنواكشوت الشمالي أعطى انطلاقة العملية للقضاء على هذه البراك والمستقعات لفتح الطرقات وتنظيف وتأهيد الساحات العمومية تندرج هذه العملية في إطار الجهود التي تقوم بها السلطات العمومية اليوم لمستوى بلدية تيارة تندرج في الإطار عملية الشفط المياه والردم يلي بدع فيه اليوم بلدية تيارة قطعا هاي المبادرة قيمة وجيدة تندرج في الإطار الجهود يلي قايم بها الحكومة في نفس الإطار وطبعا لأنه فهم تدخلات في العملية الشفط المياه من بداية حطول الأمطار ومازال ملي مستمرة عملية تنظيف تسبق الردم تقوم بها البلدية لمسايرة التداخلات التي قامت بها السلطات للحد من الأضرار التي تخلفها المستنقعات وتسيم بالحد من تفشي الأوبية البلدية على كل حال اليوم تقوم بمجهود يكمل المجهود القايمة بالسلطات العمومية من بداية حطول الأمطار هذه الكمية التي زائدة السنة هذه من نجل التخفيف من معاناة المواطن بالطبع لأن عملية الشفط كانت قائمة وفي ذلك نشيد بمجهود وزارة المياه وجسدها في المكتب الوطني للصرف الصحي وفي نفس الوقت هناك تدخلات مهمة نذكرها قامت بها مفاضيتنا من الغذائي وكذلك منذوبية العامة للتضامن التي يتأذر مواطننا رغمتهم وظروف على الخروج من منازلهم قبل ردم هذه الشوارع نحن هم سكان مقاطعة التيارة مقازرة رواه ضررنا من هذا السحاب الحمد لله من السحاب الثاني نقاعدنا من تحت الفراش وخونا عقبنا نطق السلاح البلدية وجمعنا العمدة جزاهم الله وخيرا وجاءنا الحاكم والي وجابوا نتوارك الله ستيرنا ونقلوا قادرنا من الماء وجابوا التراب وجابوا المساعدات وجابوا ذاك كام هذا سكتير ترواء هذا هذا سكتير ترواء نمضارني من البلدية ما باخرش شي ونترسلين ذاك يا غارح نعنده شي من المتاحة يجي من المتاحة ما عنده في حق تتنزل هذه العملية في ظلل الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة من أجل عدد الوجه الحضاري للمدينة إلى ما كانت عليه ترجمة نانسي قنقر